اشتركوا في القناة من هذا الموضوع. وما يسلموا حالا للإبنوز. لكن اليوم نحكي عن إبنوز بدرجة متوسطة. كيف هي الإبنوز الكلاسيكة؟ أي نوع من الإبنوز. هي الإبنوز إيريكسونيان. هي متابعة لاتلي. قد نحن كذلك سنة. أكثر شيء تريند لقالها. الآن العالم مثل ما قلت. يمكن أن لا يجهلوا الموضوع عن ما نحكي. لأنه على طول بيأخذوا الكونسابت أنه نحن ما بدنا النام ما بعرف شو تعملوا فينا. يعني مثل تنويم المغناطيسة. هي تنويم إحائي. يعني ما فيها تنويم مظبوط. اللي عم نعالجه ما بيكون نايم. بيكون بوضعية شخص حالم. يعني كأنه عم بيحلم. ما أنه نايم. بس عم بيحلم. تتسمى هي مثل حدا مسافر. عم بيشوف أشياء كتير حلوة. والإيبنو تيرابيست هو القايد. كأنه تريستيك قايد. عم بيوصله لمحلات كتير حلوة. وعم بيخليه يعالج نفسه. فإذا هون في نوع من الرلاكسسيون الكاملة؟ أكيد. يعني لحتل يوصل لوين يوصل ما بقى. يعني عنده كونترول. أو شو بيكون. لا أبدا. هو الشخص بيكون ريلاكسد. منه نايم. نحن الإبنو تيرابيست عم بيحكي عم بيحكي سجيستيون. يعني عم يعطيه اقتراحات. لا يخلي له هالمخزون اللي عنده. مخزون اللواعي. يرجع هو يحفزه. يزبط له بجسمه عدة أشياء. حسب لشو نحن عم نعالجه. بس هيدا هدفه. هو بيسمع وبيقدر يعمل أي رياكشن موجودة. وفيه يقوم عادة. بس وضعية ريلاكسيشن. مش هو بيقرر يوقف. بس المعالج بيتطلع بهالشخص إذا مزعوج بيوقف له أكيد. يعني الساينز اللي بيعطيه الجسم بيخليه يقوم. بس هو عم بيسمع وعم بيتحرك عم بيحرك جسمه عادة بس ريلاكسد. هيدا المفهوم طبعا. شو الهدف من هالشي وشو الاشياء اللي ممكن تكون عم تتعالج بهالطريقة؟ هلأ كتير اشياء توصلنا نعالجها بالإيبنوزس من أهم التوقف عن التدخين معالجة الوزن الزايد السمنة الزايدة طريقة ريقلاج الأكل يعني مش من بيدل الشخصي لأ مش كل النهار بيصير يعرف هو ينظم حاله كيف بيأكل شو يأكل وإيما تاكل تا يضعف سترس هولي أكتر شي المتبعين كل العالم هلأ سترس وانكسيت وكتير في مشاكل بقى هالإيبنوز بتخليه ما يتعلق بالأدوية كتير بتبعده من الأدوية بتعالج كل المشاكل الجلدية على أنواع اكزما بتعالج القزم بتعالج الأمراض الأمراض الأمع ديارة يعني كتار واسع دمان واسع يعني كل مشكلة في إيبنوز معين أكيد أكيد وكل شخص عنده إيبنوز معين الإيبنوز شو عم يعمل بالشخص لحتالي خليه تخلص من مشاكل صحية هلأدوية كبيرة هلأ كل إنسان براسه في مخزون نعم ميلتون أريكسون يسميه هذا مخزون نعم نخزن فيه الهيبنو تيرابيست بيجي بيحكي مع هالمخزون هاللواعي الموجود بيقله بيحفزه شو يروح يعمل بالجسم لا يزبطه لأنه الإنسان هذا الفرق بينه بين غير إيبنوز أنه بالإريكسون هو الشخص بيعالج حاله يعني يعني مش الجلسة رح تعمل للشفاء هي ما بعد الجلسة كيف هو رح يصير يفكرة أو كيف اللايفستايل تبعه رح يتغير يلي رح يساعده نحن من طال هاللواعي اللي عنده منعلمه على الأشياء اللي هو نسيها نسي كيف تتحرك بجسمه نسي كيف يتصرف فيها بس يخلص جلسته بحس حاله كتير مرتاح بيصير عنده يمكن الكونسانتريشن أقوى المموار أقوى يعني عنده حصنات أكتر ما أي شيء تاني بيكون موجود عنده إياها بعدين نحن كل شخص بتعميله مثل نوع من تقييم قبل ما تبلش الجلسة قبل ما تبلش تعالجه في نسبة تقريبا شيء خمسة بالمئة ولا ممكن تعالجيهم منع كل الناس ممكن تعالجيهم يعني في تاست بدون نعمل نشوف إذا ممكن يتعالج بالإبنوز أو لا المشكلة معقول ما تكون تتعالج بالإبنوز ولا الشخص معقول ما يكون يعني قابل الشخص يلي ممكن ما يكون يتعالج هلأ فيه عندنا طبيعي فيه يلي عنده إدمان كتير على المخدرات يلي عنده كانسر متطور فيه أمراض أكيد ما فيك تعالجيها بهالطرق وفيه أمراض تانية بتساعد فيها ولا ممكن الإبنوز تلغي عمل الطب الأوردنار يعني أكيد المتسين الأوردنار ولا حدا بينطلب منه يوقف مدسن ياخد الدراكس تبعه كرميل لا يعمل إبنوز لا نحن منساعد تعالج وصح وهيك بيعمل تحاليل وبيشوف بس المساعدة التي تطرحها الإبنوز هلأ جدا جدا فعالة إذا نحكي نحكي عن بداني سمنة زائدة شو معقول يعمل الإبنوز بأي طريقة نحن بالإبنوز نعالج يخفف أكل ومنصير رائب بس كيف بالإبنوز نقول له خفف أكل نحن نحن نحكي هو شو يحب التقييم اليوم أنا بشوف هو شو مشكلته بالأكل أنا بدي عالج هاي المشكلة هو كيف بيأكل بأي طريقة بشراها ما في تخلى عن الأكل بس يكون معصب أو بيزعل من حدا سترس بيشغله بدي شوف وين المشكلة لأهل قد هو يروح على شراهة الأكل بلش عالج أنا بهذا الموضوع لحد في أمرار منتوصل أشخاص ما منقدر ننظم لهم نأكل نوصل فينا نعمل جاستريك بيرتشول باي 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 منظغر له معده بس وبيصير على مراحل بيزرف بيقتنع بيقتنع ويخفف وما بيقعد يطلب الأكل هلا كنا اليوم نحن بنا نعمل صراحة يجي شخص ويحكي كيف تطورت القصة معه كيف كان وكيف صار بس أجلناها لأبيضو تاني إن شاء الله تنحكي لكن أول يعني تشخيص لهالموضوع يعني الشخص بده يوصل لعندك إذا كان عنده مشكلة يمكن نكون عنده حدى كذا مشكلة تانية يعني تجتمعوا المشاكل عادة عنا فراح تعالجي مشكلة واحدة معينة لا نحن أمرار كذا مشكلة ممكن نعالجها بنفس الجلسة بس أكيد الفوكس بيكون على المشكلة الأساسية يلي خلت هيدا الشي تسبب بحالة الصحية يعني في عنا أمرار بيجي عالم ما عنده صوت بقى رايح صوتها نهائيا كمانا منشوف من شو هيدا الصوت ترايح وبيتعالج ما في سبب من دون مسبب نعم هون الشخص رح يأخذ لكين أول شي التشخيص طبعه وبعدين كم جلسة هو بحاجة لحتى لي قدر يكون عم يرجع لحياة طبيعية مثل ما هو بده إياها طبعا بالموضوع اللي عم نحكي فيه بالمشكلة اللي عم نحكي فيها حسب الكيس نحن منقول بحاجة لكذا بس أنه عم تحكي من ثلاثة أربع أكيد فيه عدد معي من الجلسات وأنا بحدد هو بحدد مش أنا اللي بحدد يعني الهيبنوتيرابيست هو وسيلة ليوصلوا للي جسمه عم يطلبوا هو أساسي الشخص أساسي بمعرفة تطوره ورح يلاحظ تطور مع الوقت أو رح يكون عم يتابع يعني الشغل يلي يشتغل هو هو فيياكي أو هو الشخص اللي عم يعمله إيبنوز بده يرجع يكمل هو باللايفستايل تبعوله في تركيز يعني بالموضوع على لايفستايل أو أوتوماتيك ما رح يكون هو من وراء هالجلسة عم يغير أوتوماتيك اللي منذ ما يحس بيغير ما بيحس بيحس حاله أكيد أروى لأنه كله بيرجع بيطبع الريلاكسيشن الإحساس بس يكون عم ينعمل جلسة الإبنوز من أروع الأشياء ما في شخص بس يعمل على الجلسة ما بيقول ما معقول أنا شور تحت شو عملته فيي وهو عمل بحاله يعني هالشخص هو الطاقات اللي عنده إيها بجسمه من جوة قدرنا حفزناها ترجع مثل عيشتها عن جديد وبيرجع بكف حياته عادية أوتوماتيك ليه ما بيحس أنا غيرت أو شيء بعدين بيحس كيف تحسن ضعيف وقف دخان رأيت أعصابه يمكن فيه أدوية معينة وقفها معادي يخدها اللي حوالي بيحسوا بهذا التغيير كثير اللي حوالي للشخص بيحسوا بس أكيد ما بيكون عم بيقولهم شو عم بعمل بس بيحسوا هذا الشخص فصار فيه رواق أكتر تحسن من عدة جهات وركز على حاله أو أكتر يمكن مصدر كل الأمراض الصحية هي سترس كبير أو يمكن مثل ما عم بتقول يكون نسيين حالنا وقدي عنا أدورات صحيح لأن الحياة كثير بتاخد الأشخاص لأم حلات ما بيحبوها ممكن ضغط الحياة كمان يأثر عليهم كثير وهو الأشياء بيعملوا أمراض بالجسم ما حتى بيفكر فيها أنه معقول هذا الشيء أنا يلي خليني أمرض بهالطريقة أو يتأثر على حياتي وعلى شغلي وعلى عائلتي الأمراض الجلدية كيف معقول تكون عم تتأثر الأمراض كله نفس الشيء من جوه نحن هيدا الكابت يلي موجود جواتنا ولا حدا عم بيعرف يعمل أو حدا عم بينصحه لأنه رجعنا مثل ما قلنا بأول حديث أنه بيخافوا من هالأشياء يعني أمرار بيقولوا ما بعرف هيدا سحر أو شيء هيدا ما أنه السحر هيدا علم وعلم عم بيتطور بيوروب كتير بأمريكا كمان عم بيعتمدوه بحياتهم عم بيعتمدوه بالهوسبتل هلا هو ما بيحل محل البنج أكيد بس بيلعب دور كتير أساسي بالطب سيدك لوت جبر أهلا وسهلا فيك صاحبة الألوية Medical Beauty Clinic شكرا لوجودك معنا أكيد لأرقام مرأت على شاشة الشاشة والأدرس كمان لكل المهتمين وفي حلوة ونرجع ونتابع ألايف خليكن معنا شكرا للمشاهدة